موسيقى صدت قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي هجومين شنهما الميليشيات الحوثية الشرقي وغربي مديرية التحيطة واسفرت عملية صد الهجوم غربية تحيطة عن مقتل سبعتين من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لايران وجرح العديد منهم واطرت الميليشيات الى سحب جثث قتلها والجرحان نحو منطقة المزارع تحت قصف قوات المقاومة وتستعد قوات الجيش والمقاومة لشن هجوم كبير على ميليشيات الحوثي في مديرية زبيد ثاني اكبر مدن محافظة الحديدة من جهاتها المختلفة ونفذت طائرات الاباتشي التابعة للتحالف العربي غارات على تحركات للميليشيات وهو ما ادى الى تراجعها خلال محاولة هجومها شرقي التحيطة شنت قوات الجيش الوطني هجوما على مواقع ميليشيات الحوثي الارهابية في مديريتي الصلو وخدير بمحافظة تعز واكد مصدر عسكري ان قوات الجيش الوطني شنت هجوما مباغتا على مواقع ميليشيات الحوثي في اطراف نقيل الصلو والمناطق المتاخمة للجهة الشمالية في المديرية واضح المصدر ان مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين عقب الهجوم على مواقع الميليشيات في سائلة موقعه والقرى الواقعة في اسفل نقيل الصلو سقط خلالها عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح ولفت المصدر ان المعارك امتدت الى قرية الخيامي في مديرية خدير وسط تبادل للقصف المدفعي واشار الى ان قوات الجيش الوطني دحرت ميليشيات الحوثي من عدد من المواقع بمديرية خدير وتمكنت من تأمينها بعد فرار عناصر الميليشيات منها حررت قوات الجيش الوطني اولى مناطق مديرية عبس بمحافظة حجة وسط فرار جماعي لعناصر ميليشيات الحوثي واكد رئيس شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية الخامسة العقيد محمد سالم الخولاني ان قوات الجيش تمكنت من تحرير قرية حبل اولى قرى مديرية عبس المحاذية لمديريتي حيران وميدي مشيرا الى ان قوات الجيش تواصل التوغل في مديريتي حيران وعبس في الوقت الذي بدأت الفرق الهندسية بعملية انتزاع الالغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي قبل ان تلوذ بالفرار اوضح الخولاني ان المعارك المتواصلة والغارات التي شنتها مقاتلات التحالف العربي اسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي اعترضت قوات الدفاع الجوية الملكية السعودي صاروخا باليستيا اطلقت الميليشيات الحوثية من مدينة صعدة باتجاه اراضي المملكة وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الروكن تركي المالكي ان الصاروخ الذي اطلقته الميليشيات الحوثية كان باتجاه مدينة نجران واطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والاهلة بالسكان وقد تمكنت قوات الدفاع الجوية الملكية السعودي من اعتراضه وتدميره ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ اي اصابات واضاف المتحدث الرسمي في بيان النشرة وكالة الانباء السعودي يواس ان هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الارهابية التابعة لايران يثبت استمرار تورط النظام الايراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدي واضح وصريح للقرار الاممي رقم 22-16 اشتركوا في القناة